إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك لمحزنون باسمي وباسم متابعين قناة أبو شهم نعزي عائلة الأخ إيهاب الحراني الفقيد العزيز الصديق الصدوق أبو قلب طيب حبيبي وغالي على قلبي إيهاب الحراني طبعا من وراء الكواليس من وراء الفيديوهات من وراء القنوات نحن أصدقاء وأحباء نلتقي مع بعضنا البعض وما في بيني وبين الأخ إيهاب الحراني غير كل خير أكلنا مع بعض وشربنا مع بعض وجلسنا مع بعض الأخ إيهاب الحراني أخوان كان أطيب إنسان التقيت فيه بتاريخ حياتي كانت أول مرة لما أنا صورت فيديو الأخ إيهاب الحراني من أجمل الناس وأرقى الناس اللي أنا جلست معهم يا أخوان أنتم كنت تشوفوه بس عن طريق الفيديوهات لكن أنا شفته عن الطبيعة الأخ إيهاب الحراني مدرسة وعلم الأخ إيهاب الحراني عالم بالأسياخ وعالم بالإشارات انتقل إلى جوار ربه يعني ربنا أرحم فيه طبعا يا أخوان احنا تفاجأنا يعني قبل يومين كان منزل فيديو بس للأسف سبحان الله يعني خلص ربنا كاتب له في هذا اليوم أنه يتوفى فإحنا منترحم وأتمنى من الجميع أنه يدعي له كل صلاة أنه يدعي له واللي بيقدر كل يوم يدعي له وهو بيصلي بيكسب أجر لا تنسوا تدعوله يا أخوان الزلم يساعد الناس ووقف مع الناس وكان يتعب مرشاشات الأخ إيهاب الحراني تعب نفسه وتعب حاله عشان يفيد الناس يوصل الرسالة للناس مش من السهل أي إنسان يكون مسؤول عن عن ثلاثمائة نص مليون شخص ويساعدهم مش من السهل ضغط كبير كان على أخي إيهاب الحراني رحمة الله عليه الله يرحمك يا صديقي ويا حبيبي يا أصدق إنسان شفته على مر التاريخ رحمة الله عليك يا أخي إيهاب الحراني رحمة الله عليك رحمة الله عليك سنواصل سنواصل يا أخي إيهاب في هذا الميدان وسنمضي في هذا الطريق وسنمضي لا تخف نم قرير العين سنواصل وراءك رجال سيسلكون هذا الطريق العلم العلم يدرس محبي الحضرات القديمة سنواصل دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا لله وإنا إليه لراجع ترجمة نانسي قنقر